صور بقلبك وفكرك وروح شوي إلى كربلة ويا أريدك تمشوا ويا خطوة خطوة لأن هذا شاء وانت جاي يتزفل الشهادة هذه الليلة كأني به رجع وقلبه مكسورا بأبي وأمي يمر على خيم آل عقيم يجدها خالية قد قوضت من الشبان يجدها خالية قد قوضت من الشبان يمر على خيام آل جعفر كذلك يجد هذه الخيام هي أصبحت خالية من الشباب إلى أن جاء بأبي وأمي وجلس في خيمته حزينا كئيبا عادة الحزين إذا جلسوا بروحها دائما يقولوني اتذكر الأحبة يتذكر الأعزاء اللي على قلبه يقول يا ليتهم يمي الآن حتى أفض فضليهم ما في قلبي صح له لا لذلك جلس القاسم وضع رأسه بين ركمته طف هل ليت أقول لك لا جلس القاسم بأبي وأمي وضع رأسه بين ركمته فتذكر أن أباه قد ربط له عودة قال بني إذا أصابك هم أو غنف عليك بفك هذه العودة وقراءتها وتنفيذ ما فيها قام القاسم فتحت تلك العودة فيها بني قاسم إذا نزلتم أرضك ورأيت أمك الحسين وحيدا فريدا فلا تبخل بنفسك عليه وإن عاودك وإن عامانعك عاوده مرة ثانية اترح فرحا قاسم فرحا شديدا لأنه قد حصل على هذه الرخصة إجا مسرع إلى عمه الحسين ينادي عمه سيدي ومولاي أبا عبد الله شأنك بويا يقول لي لقد حصلت على الرخصة قال لي شعنده قال عندي وصية من أخيك الحسن أخذها الحسين ما إن رأى خط أخاه سال الدموع على خدود يلا يا حبيبي اتوجه ويا إمامك الحسين توجه إلى ناحية المدينة سلم على ابو محمد يقول لي السلام عليك وينك وين صوتك سلم على إمامك السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد تنصرني حيا وميتا يا حسين عمي يا شفية يا حبيبي الله يعودك ما غابت هالأصوات يا حسين عمي يا شفية يمدل للزهر الزجي يا حسين أبوي الحسن أوصى عليك كتب لي الحودة وقال إليك ليه من وصلت الغار شفت المصايب مستوية دافع عن ابنات الزجي اقل لوصاك ووصاني بوصية مثل ما وصاك وصاني يا أخويا قبل وقع المنية يا أخويا قبل وقع المنية وقبل الذبح بالغاب قادرية زوج الجاسم الزجي أخذ من إيدي وين راح راح إلى خيمة زينب تريد تتوجه أنت غمض عيونك وشوي يطاطع راسك حبيبي حتى تتمثل المصيبة وتتفاعل أو الله يعودك إجأ إلى خيمة زينب تصور أنت الحادثة حبيبي نادى أختها زينب قالت لك بيك قال علي بالصندوق الفلاني هي تعرفها الصندوق في أغراض أخوها الحسن عمامته رداءه وصيته جاءت تحمل ذلك الصندوق وإذا بالحسين واقف عند باب الخيمة مجود القاسم من إيدة قل ليش عندك أبو علي شي تريد تسوي قومي يا زينب للحسن من قد يحقو أعيد عليك حتى أسمع صوتك ها قومي يا زينب للحسن من قد يحقو نصبي الخيمة ونش في دمعك المذروف صاحت بزينها بخلي الجيب مشغول وأصيح الرسج يا سكنة زاداب شلون العرس يا حسين وانت ما حدوياك جاسم شبابه بالزفاف يريد شبه والله أنا بادوم من ضجة يتاق زفايا عقليم خيك العباس يقول لها ما ويا يا حد من الأنصار من الأخوان من الشبان لكن عندي من يعينني على أمره انتين وياي يقول لها يا زينب عالمصيب شاطريني عيد يقول لها يا زينب عالمصيب شاطري يا ابنة الزهرة هل أمر بينك عفاك مثلك أنا الشبان وقلم دوبيني كل ساعة عاين شاب متعفر جميل التفتس وكي نتخاطب عمتها زينب تسمع الحوار من عادة العريس تمشي خلف هرجان ولك من عادة العريس تمشي خلف هرجان وتزفه بزينة على جاري المحتاج وأنا يا عمّة معرسي من دون الأولاد مكسور قلبه وينظر أعمامه مطاعي ما لي عين يا عمّة هجوابك أعرّسي من ولي مدموحي وسطاك ما لي عين بعد مرة ما لي عين يا عمّة يا عمّة أعرّسي من ولي مدموحي يا عمّة ما لي عين يا عمّة يا عمّة أعرّسي من ولي مدموحي يا عمّة لا تحبّوني يا عمّة لا تخضّوني ومس برجاء يخلوني ما نعلم ما أسمع ما أسمع أريد صوتك يا شباب ما نعلم الله يعود والله يعملوا يخلوني على أخوة لا أروح للي مقطعين أبجاء من دم نحا لأخذوا بشمالي ها وقل لي عم الخير دلت للصيام ثم أخذ القاسم جاء به إلى ناحية المشرع يلّ على النهار ناري انهض يا نمر هاشم تعالي الزفة الجاسم جيب الله خباب إذا فوقها بنزل في الشرع سمعني ها مو مطفول جوابك بنزل في الشرع يلّ على النهار ناري انهض يا نمر ماشم اتروا يا يلّ على النهار ماشم وويلاء هاض يا نمر ماشم تعالي الزفة الجاسم جيب الله خباب بإنك في الشرع لا يسمع اسمع يلّ لسّ هم في عينا أخوك انت الذي تعينا يلّ لسّ هم في عينا أخوك انت الذي تعينا جيب الثيار الاسكنة إلى فوق جيب الله خباب هلين اسمع نسمع نسمع في الشرع ايه والله جيب من ماشم عفاك نسمع في الشرع هااااااااااااا يالّي قطعه وزنوده خل الراية معقودة ومجدك يا الأخو عيده جبل خضا من زرق الشباب يا حبيبي جبل خضا من زرق الشباب يا طايح بلازن دين يا ظلوة أخوك حسين يا طايح بلازن دين يا ظلوة أخوك حسين جبل خضا من زرق الشباب يا حبيبي جبل خضا من زرق الشباب يا شايل لواني قوم أنت ناصر المظلوم يا شايل لواني قوم أنت ناصر المظلوم واحضر زفتها اليوم جبل خضا من زرق الشباب سمع سمعا يا جبل خضا من زرق الشباب تعالي إنتا وعلي لك ما تعالي إنتا وعلي لك ما جبل الورد والعمار خل قلب الولد يستاع يا وارد جيب اللي الخضاء يا والله جيب اللي الخضاء يا والله جيب اللي الخضاء كم سوف العلا بزغت بالكسوف لمصاب الجرى في عراق صيب طفوف آهوى قاسمه جوابه في عراق آهوى قاسمه لا تبغلها ضعنا آهوى قاسمه آه مدمضى المصطبى بفؤاد كئيد نانبا للرجال سرعا بالكثير يا أبا الفضل قوم يا حبيب آهوى هلوم سريع لنزوف آهوى قاسمه آهوى قاسمه في عراس عفاد سمع لها آهوى آهوى قاسمه في عراس يا حبيبه آهوى قاسمه في عراس يا حبيبه لها سرع سرع يا حبيبه حبيبه عراس يعراس يا حبيبه يا حبيبه اهوى قاسمه أهوى قاسم به ثم ماد السفاق الصميد مات بي اهواء في عراس في عراس في القبول يا الله سمعني اهواء ثم جاء به الحسين بين النساء وشق ثيابه على هيئة الاكفان لما مثل امام النساء تصارخن في وجهه وحسن اجت ام ام رملة وقفة الطالعة شافت عليه عمامة الحسن لكن لثياب اللي عليه كهيئة الاكفان ايش قالت يا حبيبي عندك من الشباب ما ودعتهم الامات ثوب العرس يا جاسم مثل الشفان تفصي ساعة بعرس يا جاسم ساعة يا جاسم شيء ارتفت الى امه يقولها انت انت وصيني الان اللي بعد عندي وصيها ها وش وصيتك يا جاسم ايقلها وصيت يا ام اوصية سمعين لفظ جوابي شبال لو شفتيهم دكري يوم محروم 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 من شم الهواء من دون كل اصحابي وانا العرس مريدة محروم 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 ما بينقو موك الهند ما دريت يصير عرس ابني بوادي كربل ينظر اعماما وخوتا على الصعيد مجدلا هذا موقف يا الشيعة لكن هناك موقف آخر هذا عندما ودعته إلى الشهادة لكن هناك موقف آخر عندما جاء به الحسين ووضعه في خيمة القتلى جاء بوم الددي ما بين أخوك وانسطك جاء بوم الددي ما بين أخوك قاعد عيدهم يا ولئهم بسمع سمع النسوان صور إجاد زينب تصيح الله أوجعوا إياه شوي يستاهل هالشباب منك هلوك ترطب على صدرك يا حبيبي شبان اثنين ردتهم سلوتي شبان اثنين 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 شبان اثنين ردتهم سلوتي موسيقى الله يعودك بمحمد يشوف مصي أحمد مصاب شعبني وخلى مني القالب داير ستعاش عمره يا روحي ما شبعت من المصايب ريت بمحمد حضرها كربة لولا كان غاية ريت بمحمد حضرها كربة لولا كان غاية ينظر بالعين مصايب كربة لك تلوي أحسين وانا الصوبة إحدا يمجدل شبال اثنين شبال اثنين بمحمد بيت الدعاء ايه أيا جاسم يا شابي هيل حسن دو هشني ما صاباك دمك ودمعت عيوني يالولد بعجين خضاباك يقدروني الأمهات اللي يسمعون إذا عندها غصل مثل الجاسم ياغصل بان التلوة وانقصف نبعث شبابا ياغصل بان التلوة وانقصف نبعث شبابا خابة ظنوني يا جاسم وانقطع منك نصيبي من يطفي نار قلبي ومن يدلني يدروبي شبدي جرحي وهي بتمرد الفقد الغصن اتسلمني او يا امم اددى شبان اثنين يلا شب شب محمد 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 و include محمد 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 وغلاء محمد 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 تبا محمد شكرا للمشاهدة